الآن كلمة رئيس اتحاد الناشرين العرب الأستاذ محمد رشاد فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله حقاتكم معالي الوزيرة الأستاذ الدكتورة نيفيني الكلاني وزيرة الثقافة سعادة السفير المملكة الأردنية الهشمية السفير أمجد العطيلة سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بايددين رئيس الهيئة الكتاب ورئيس المعرض الأخ والزميل والصديق الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين في البداية طبعا أنا عارف الأخير واحد بيتحدث يعني عب على السادة الحضور ولكن دعونا يعني ربما كاتحاد ناشرين عرب وبإسم الزملائي ناشرين عرب نحن نطلق إطلال على ما قدمته معالي الوزيرة وما قدمته اللجنة العليا في المعرض الكتاب أروي أن نحن نتفهم مع بعض الحقيقة يمكن زي ما ذكرت طبعا تحية للسادة الصحفيون والإعلاميون زملائي الناشرين الحقيقة معرق قناة الدولي وأنا بعشر من سنوات طويلة وباسم زملائي الناشرين هو أيكونة وضرة المعارض العربية والأجنبية نحن كناشرين عرب دائما نرتاد المعارض العربية والدولية منهم معارض فرانك فورتا أو معارض لندن أو معارض باريس أو المعارض العربية اللي أخذت خط متصاعد في النمو في نفس الوقت في التحديث وأصفحت على مستوى عالي لكن يظل معرض قائرة الدولي هو الأيكونة وهو الضرة لأن سبب بسيط قوي أن كل صناع الكتاب في العالم العربي وفي الدول الأجنبية وبالذات في العالم العربي يكونوا موجودين في معرض قائرة سواء كان كتاب أو مفكرين أو مبدعين أو ناشرين أو مفننين أو مصممين أو أصحاب مطابع كله بيكون موجود في معرض قائرة الدولي حتى لو كان ليس لديهم أجنحة في معرض قائرة الدولي دي الميزة الأساسية لمعرض قائرة الدولي طبعا معرق قارد دولي يعتبر هو من أقدم معرض في العالم العربي كجهة رسمية بتنظمه الدولة وربما يكون فيه معرض نادي الثقافي في بيروت سنة 50 معرق قارد دولي لكن ده عبارة عن نادي لكن معرض رسمي للدولة هو معرق قارد دولي الذي بدأ سنة 1969 معرق قارد دولي رغم الظروف ويعانيها ويعيشها العالم وكان من أثار جائحة الكورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية وللعلم أكثر صناعة تأثرت بالتداعيات السلبية للكورونا هي صناعة النشر العربي صناعة النشر العربي يكفي أن أنا أقول أنه انخفض ما بعد النشرين العرب وأنا عندما أقول العرب يعني إحنا مصريين عرب بقصد كل العالم العربي لأن أعضاءنا من موروتانيا لغاية سلطنة عمان هذا الاتحاد يضم أكثر من 18 اتحاد محلي كانت أكثر صناعة تأثرت يمكن رقم واحد بس إن أن بابعات النشرين العرب انخفضت بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وده من خلال استبيان ولكن رغم الظروف ورغم التقلبات الاقتصادية واردفاع مستدامات إنتاج الكتاب ناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية هذا العام عدد النشرين العرب من خارج مصر تجاوز 250 نشر أكثر من العام الماضي ورغم الظروف التي مرت بمصر في الفترة الأخيرة وتغير سعر الصرف بالنسبة للدران لم يعتذر أي نشر عربي على الحضور الكل حريص على إنه موجود في معرض قاهرة الدولي وفي نفس الوقت إحنا كالتحاد النشرين العرب الحقيقة في ظل هذه الظروف الصعبة وبعض الدعاوي السلبية بالنسبة للمعرض الحقيقة التحاد النشرين العرب قرر إنه بناء على اتفاق مع كل زملاء النشرين العرب إنه حيمنحوا خصومات تصل من 30% إلى 60 و70% تشجيعاً للكراء وتأكيداً على تواجدهم وحبهم لمعرض قاهرة الدولي حيتم هذا الكلام من خلال في بوك مارك هيتوزع في المعرض على الزوار بحيث يتجه إلى الجناح الذي سوف ينضم من خلال بوستر المتعلق عنده أو موجود عنده على أساس أنه بيدي خصم إضافي أكثر من الخصم المعلن المعتاد وكمان هم نشرين العرب